انطلق مراثن من مصر إلى غزة الخيري تحت عنوان تضامنا مع أهلنا في غزة في محمية وادي ديجلا بالمعادي بمشاركة عدد من الوزراء ونواب البرلمان والمسؤولين يأتي المراثن الخيري كرسلة دعم من الشعب المصري للأشقاء في قطاع غزة من محمية وادي ديجلا بالمعادي وتحت اسم Run for Gaza انطلق مراثن لدعم الأشقاء الفلسطينيين وذلك تحت رعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الاحتفاليات تضمنت تكريم المشاركين في السباق على أن تذهب عائدة المراثن إلى أهالي قطاع غزة مباشرة من أجل إيصال ودخول أكبر كم من المساعدات الغذائية والطبية للقطاع ندعم أخواتنا الناس بقالها فوق الأربع شهور بتتعذب دلوقتي فحاجة بسيطة جدا جدا يعني أنها ممكن تتعمل لأن احنا مجرد ما نجري وبالربح بتاع المسابقة إن شاء الله يعني ده يخف عنهم شوي مشاركة اليوم كتير مهمة لأنه خاصة أنه في كتير أجانب عم موجودين فنحنا كفلسطينيين لازم نكون حاضرين وهذا أقل شي ممكن نعمله لأن نظهر تضامننا مع غزة ومع أطفال غزة ومع أهل غزة مع كل شي عم بيصير اليوم بغزة كل هذه الأحداث المؤلمة والصور والموت والدمار والقتل هذا أقل شي ممكن نعمله جئت للمشاركة بسباق الخمسة كيلومترات وأتمنى أن يساعد هذا المرسن الفلسطينيين عن طريق التبرعات التي قد تساعدهم فيما يواجههم من معاناة تمنى من ربنا أن نترجع فلسطين أحسن من الأول وربنا ربي يرحم كل اللي توفى ويصبر كل واحد عايش وربنا نرفع الكرب إن شاء الله طبعا السباة ده أهمية كبيرة لأخواتنا في فلسطين ونحن نساهم في أي حاجة ندعمهم بها بأقل حاجة حتى لو كانت بسيطة هي بتفرق قوي معاهم بصوا أولا أنا فلسطينية من غزة فأنا بقى سعيدة جدا بحدث رياضي كبير زي ده أنه يقام على الأراضي المصرية وأن الناس كلها جاية مبسوطة وفرحانة وجوات طاقة إيجابية وطاقة أمل أنها جاية تساعد إخواتنا في فلسطين فده شيء جدا يفرحني إذن هي فعالية تقام من أجل دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل أهمية الدور الكبير الذي تلعب المساعدات في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جيرمين إبراهيم التلفزيون المصري